هل تتهاوى اليوم مملكة اللواء أشرف ريفي التي بدأ بناءها في مبنى قوى الأمن الداخلي فوزيراً للعدل ومنصباً نفسه زعيماً شعبية؟ في الوقت الذي يتراشق فيه اللواء ريفي مع أهل بيته المنفصل عنهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي وواضعاً المشكلة في خانة كشفه أمنياً لا تتوقف مشكلاته هنا فما فعيل قضايا الفساد في عهده ما زالت تتوالى إذ صدر عن المجلس التأذبي في قوى الأمن الداخلي في قضية سرقة أموال المساعدات المرادية للعسكريين بحسب الوصائق التي حصلت عليها الجديد قرارات عدة تقضي بوضع ضابط المقدم محمود القيسي بانقطاعاً نهائي عن الخدمة وطرد ثمانية رتباء من سلك الخدمة نهائياً وكذلك بخفض رتب ثمانية رتباء إلى دركي أما في قضية خفض عدد مرافقين فقد علمت الجديد أن أساس القصة بدأ من تجتماع مجلس الأمن المركزي الأثنين الفائت الذي وافق بالإجماع على خفض عدد مرافقين لواء ريفي إلى عشرين عنصرة متجاوزين القانون وأخذين بالاعتبار مراسلات المديرية العامة عام 2012 في عهد ريفي الذي ضاعف العدد من اثنين إلى ستة عشر عنصراً بحسب الدواع الأمنية للمدير العام السابق وبحسب الاجتماع على اللواء أن يسلم خلال ثلاثين يوماً ضابطاً وستة وأربعين عنصرة بالأرقام ماذا يملك اللواء ولمن وتكلفتها سبع وستين عنصر من قوى الأمن الداخلي تكلفة العنصر الواحد بحسب رتبه الأساسي مليون ومائتي ألف ليرا لبنانية أما إذا أضفنا إليه بدل الملابس التعويض العائلي التعليم الطبابة والتنقلات فيصل إلى نحو 3 مليون ليرا لبنانية وبعملية حسابية بسيطة يكلف مرافق اللواء الخزينة نحو 200 مليون ليرا لبنانية شهرياً أما موقبه فيتألف من 11 سيارة ثلاث من السيارات تعود ملكيتها إلى بيت الوسط وثمان لقوى الأمن الداخلي أما ما سلمه فهي ثلاث سيارات تابعة لبيت الوسط فقط وفيما يتعلق بما ذكر اللواء بأن عدد مرافقي وزير الداخلية نهاد المشنوق 240 عسكرية فبحسب مصادر الجديد العدد هو 280 ولكن هذا العدد مخصص لسرية وزارة الداخلية بحسب القانون 17 الذي ينظم عمل قوى الأمن الداخلي سواء بوجود وزير أو عدمه ويتوزعون على المديريات العامة والوزراء الصابقين ولحماية الوزارة ومحيطها أما العدد المكلف حماية موكب الوزير فلا يزيد على 65 عنصر وفي العادة مرافقه لا يزيدون على 20 عنصر امن فواز قناة الجديد